السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواتي وحبابي الغليين في كل مكان من داخل مصر ومن خارج مصر عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في احسن حال ومع مبركة علينا وعليكم يا رب بكل الخير والسعادة اللهم امين اكثر من استغفار وذكر الله والسلام عليكم وبركة على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الامال اللهم امين يا رب العالمين احط اللي ايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس امرا وإلا نشوف فيديو نهارده هنعمل في ايه بقى كده والجولة الجميلة والزرع والخضرة يعني حاجة كده ترد الرؤى وكبير نردنا عند الطيور يلا بقى كده حبايب قال لي ما تنسوش في اللايك عشان لايك ولا يبرفع الفيديو وطبعا تعبتي في الفيديو دوت وعايزين بقى كده يعني تجازوني حتى كده لو باللايك ربنا يجازيكم كل خير اول حاجة طبعا زي ما انتم شايفين كده نزلت عشان آآ الاوضة بتاعة الفراخ واني الفراخ من مكانها يعني اصلا تشايفين بقى هنا كده الفرحة بعد ما خلصت بقى كده وشلت كل حاجة كانت في الاوضة رجعت لكم بقى ما بقول لكم ما هي مكان الطيور بقى كده هنضيفها هو وهنشوف هنعمل ايه طبعا الفراخ من مكانها الفراخة هي الدخل على شهر ومكانها بقى كده يعني آآ هنظفه واول حاجة زي ما انتم شايفين هوت انزلت طبعا مكان الطيور في الدور الارضي فمغزن او شاء يعني في الدور الارضي بقى ربي فيها الطيور طبعا الفراخ البيضة بتبقى عايزة مكان يكون فيه هوا يعني مكان يكون راتب ما يكونش في الحر ولا في الشمس ولا على السطح وحتى لو هتربيها على السطح لازم تعمل لها آآ يكون مكان فيه ضلة كده عشان الفراخ البيضة ما بتحبش الحر طبعا كده هنقلهم في مكان تاني طبعا انتم لو ما عندكش مكان هتنظفي هما في الاودة عادي فانا قلت بدان في مكان آآ برا يعني فاخدتهم بقى كده الاول حطتهم برا اهوت عشان اعرف انظف الاودة براحتي يعني اخد راحتي كده لما يكون الفراخ مش موجودة معاك تاخدي راحتك احسن فقلت طلعهم آآ برا كده ويكبردوا فرشا من شرقهية وهضيق برضو عنهم المكان طبعا المكان واسع عليهم اهوت بس بعد ما يعني اجيبهم كده هضيق برضو عنهم المكان علشان آآ ادافة برضو ما طلعهمش من مكان يكون مكان محكم الغلق او مكان دافي لمكان يكون واسع وهوى مرة واحدة فكده غلط طبعا عزروني الصوت متغيرة شوية عشان بس يتعبينها عفوين طبعا عملها والله احاول اشرب يعني نسونوا كده عشان الصوت بس يطلع كده معاكم مزبوط لكن بغصب عني فانا اتكلم كده معي رب نشوف لما يشوف كل مريض اللهم امين طبعا طلعت الفراخ ايات كلها برا علشان وزي ما قلت لكم المكان واسع عليها فقولت بقى كده اديق المكان عشان يعني ما تقبلهمش مرة واحدة بمكان زي ما قلت لكم ويكون واسع ويكون هوى فكده غلط عليهم ديقت المكان تانا اهوت وهدخل بقى علشان اه الله مصدر على سيدنا محمد ادخل عشان انضف بقى هحط لهم الاول العلف كده واخسل ايات طبعا الميا في دور الارض يعني مش بستعمل ميا في دور الارض بتبقى في يعني حاجة كده في الاستباكة يعني بيضة فباجيب ميا معي واننزلة باجيب ميا معي طبعا ما نصلح يعني استباكة وكده وباخد الغسلة استقايا هيات وقادي آآ العلف طبعا الفراخ يعني كده دخل على شهر فبأكلهم بقى لهو العلف الخشن او العلف اللي هو آآ الكبير زي ما انتم شايفين كده طبعا عشرين يوم بنأكلهم اللي هو او اسبوعين العلف اللي هو صغير المحبب اللي هو صغير وآآ بعد كده بنأكلهم بقى العلف اللي هو الكبير بحط الميا وحط الاكل وزي ما قلت لكم كماما حاجة يكون مكان يعني رطب بس ما يكونش فيه هوى آآ يدخل على اليوم آآ دي هوت وهسيبهم بقى كده وبوريكم بقى هنا هومت يعني آآ الفراخ اهيت وآآ لازم بقى نراعيها علشان يعني آآ زي ما قلت لك ما بتاخدش وقت بتبقى يعني على قدم البط ببقى برضو حلو لكن الفراخ بتبقى احسن اربعين يوم وبازن الله بنتباحهم على طول لكن البط بقى بيعوز يعني غلبة شوية وكده وزي ما انتم عرفين لها علاف غالي واكل الطيور غالي فالفراخ البضاء حاليا دلوقتي حلوة واسعارها حلوة وزي ما انتم شايفين اهوت وهدخل بقى علشان على الشديد بقى وننظف الاوضة مع بعض زي ما قلت لكم طلعتون برا عشان اخد رحتي كده وادخل طبعا هنا زي ما انتم شايفين دي نشارة الخشب اللي كنت فرشها تحتهم اهيت يعني باشيل كده على طول اهيت وكانت زي ما شايفين النشارة دي يعني طبعا الرواسب بتاعت شايفين باورها لكم هي نظيفة يعني يا بصراحة كنت عايزة اشيل ده مكان الكاراتين وكده كنت عايزة اشيل عشان اركنها فقلت لأ خلاص اجع عليها الرواسب بتاعت الطيور فما شلتهيش طبعا دي كده بلطة كنت حطة عليها المية او الاكل بتاع الفراغ لما تركن لما طلعت الفراغ برا ااخد رحتي كده وانا شغالة يبقى احسن وصل معايا حد هنا ما تمتنش بقى كده في اللايك عشان اللايك اللي برفع الفيديو وطبعا الناس كتير بتقول لي انت قناتك والله مظلومة وتستحقى اكتر من كده بقول لكم الحمد لله يعني اللي ربنا بيريده ده هو احسن حاجة ربنا ما مظلمش حد وكله خير من عند ربنا واللي ربنا بيريده هو اللي بيكون يعني لو الدنيا كلها كده عايزة تنفعك بحاجة ربنا لما بيريد بيريد فالحمد لله على كل حال واللي معايا هم دول حبيبي وربنا يبارك فيهم يا رب ويخليهم كلهم هم على عيني وعلى راسي وكأنهم عندي الدنيا وما فيها ربنا يبارك لي فيهم يا رب كل كده اللي بيدخل عندي وكلكم حبيبي بتساعدوني بكلامكم الحلو ودخلكم معايا ودعمكم لي ربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم جميعا طبعا زي ما انتم شايفين اهوت بجيب الشكارة عشان اعب فيها اكل مكان الطيور رواسط بتاعت الطيور اهية وعبهم بقى كده في الشكارة والحمد لله ربنا كده وعدني بالجرار بتاع الزبالة جاية واخدها على طول يعني الحمد لله كده مرا كانتهاش ولا حاجة اه رميتها على طول خلاص بقى بعد ما انا شلت بقى الحاجة هيا هاكونوا بقى زي ما انتم شايفين اهوت طبعا منفعش المياه هنا المياه دي زي ما اعتبركم قبل كده لو انا مش هستعمل اه الا الشقة دي تاني او البلطة تاني للطيور كنت هستلها بقى كده غسلة محترمة بالكلور وكنت هخليها زي الفل لكن بما انها ربي فيها بربي فيها طيور فا اه كفية بقى كده انها اكنسها واحكمها لكن المياه هتخلي بقى كده اه تكون بقى كده تقلي بالريحة معيك وما تكونش كويس لكن لما يكون اه بالكنسة كده والتعقيم ده اكده افضل حاجة هلما بقى كده اي زبالة تكون موجودة في الاوضة طبعا هخلص بقى كده ونروح نزور اخت زوجي بعد ما روى الشقة بكده وخلص اللي براية اه يعني قلنا روح نبص عليها كده بص روحة لقينا يعني اه زي ما شفتوا في اول فيديو اه كان السقف بتاع الاوضة والصالة كان وقع يعني اه طبعا ببقى رطوبة وكده والسقف متشرب من المية وكده فطبعا بيعزل بعمل العازل بين الحديد وبين الحديد وبين المونة او المون بتاعة السقف. ثم انتم شايفين انه هو تخلصت بقى كده خلص كلم معاك وبعد كده نرجع نتكلم عن زيارة اللي اخت زوج. هافل بقى الشباك وادي وده طبعا هي تعقمتها وان شاء الله برضو لو في نصبها بقى دخل فيها الفراخ تاني وبقى نظف المكان اللي بر. هافل الشباك عشان لو فيه دبان ما يخشش من الشارع. وخلصت بقى كده وكنت فرحونا طبعا رشيت الجير اهوت. الجير مطفي ما فيهش اي مشكلة خالص. آآ بعمل بيه وبطلع بقى كده آآ غير هدومه واغسل عادي ما فيش اي حاجة. آآ الجير مطفي ما بحرقش ما زي بقت لكم يعني ما فيش منه اي خوف. طلعت بقى كده اهوت بعد ما خلصت بقى تحت عند الطيور. طبعا كده اشرب كوبية شاي مع اخواتي ومع حبيبي. وآآ هعمل طبعا الكيكة دي كنت عاملها قبل كده. بس لسه الفيديو هينزل لكم. يعني عملتها بس لسه فيديو الكيك الجامل دوت لسه هينزل لكم ان شاء الله ممكن الفيديو اللي جاي اول لبعد. آآ ونزلت بقى هوة بعد ما طلعت آآ عملته الشاي وقادي الكيك وهدخل بقى كده قلت على البلكونة علشان نشرب كده الشاي مع بعض ونسق الزرع مع اخواتي ومع حبيبي يعني قلت بقى كده نغير جوا مع بعض طبعا الزرع مش بنسقيه كل يوم علشان لما تسقيه كل يوم ببقى غلط عليه لما آآ بتحس كده ان خلاص الطنة اللي فيه او اللي ينشف لازن بقى كده تسقيه عشان كتر المية فيه ببقى غلط عليه يعني عشان بقولك كده التنة يعني ما يعفنش منك او الزرع ما يعفنش منك فمش بتسقيه كل طبعا ده كده يطلع معنا آآ شجر كده مورد يعني وهنشوف ان شاء الله متى المعنى مع بعض بازن الله كل حاجة آآ هنشوفها مع بعض اده كده زرع في البلكونة اهوت وآآ خلاص بقى كده وهندخل عشان آآ هناكل الاول زي ما تركوه كده الشاي بالكيك الاول وبعد كده طبعا كان ابني معي وشف الصغير معي وعملت له شيكن طبعا كان لسه جاي من الامتحان وقلت بقى كده تعالى نشرب شي مع بعض ونقعد كده في البلكونة سوا مع بعض ونشوف آآ هنعمل ايه طبعا ده دوت يعني كله شكر فيه مكتوب علي اصدار التعام الحلو مع غادة وجاي من الاهوت كنت عاملها فيه طبعا كان فيه اتنين واحد اتكسر وقادي التاني اهون حفتونا بقى كده اللايك يا حبايبي ما تنسونوش في اللايك عشان زي ما قطيكم اللايك ما هو من الفيديو وهو اللي برفع الفيديو وربنا يخليكم ليا كلكم يا رب وكل بيدعم قناتي آآ ربنا يبارك فيكم هخلص بقى كده ونروأ الشقة وبعد كده هنروح بقى كده نزور الاخت زوجي فلاقينا بقى كده زي ما انتم شايفين الكارسة اللي هي عندها ربنا الحمد لله ربنا يعافيهم يا رب هي وجزء ما كانوش موجودين يعني في البيت بس الحمد لله اللي حصل ربنا نجيهم وطبعا هي رحت ما لقيتهاش هناك آآ بصراحة لقيتها آآ يعني فيه واحدة قربة زوجها وكده هي بتروح وبترعيها تعبانة وبتخدمها وكده وبتاخدها وتروح للمستشفى فطبعا آآ يعني رغم من الظروف اللي هي فيها كانت برضو ما اصلتش مع اخت مع قربة زوجها وجزاها الله خير فعلا يعني الاعمال الطيبة دي بتبقى احسن حاجة في الدنيا وتقول لواحد هيطلع بيه من الدنيا آآ رحت لقيت عمتي واخد قربة قربة زوجها وراحت للمستشفى تكشف عليها وكانت بقى كده سايبة الناس شغالة في البيت وهترجع بقى وتشوف طبعا ان احنا كده خلاص وصلنا آآ بيتها اهيت طبعا هي مش كانت موجودة يعني انا رحت ورجعت ما شفتهاش اصلا هي سألت عليها كان زوجها هناك وطبعا كان زوج معي برضو وهنا آآ خدت يعني اشترتها وطنة ماشية كنت محترى ناخد ايه فاخدنا لها آآ جطوية يعني وكده حاجات حلويات وروحنا من الانهاش هناك طبعا اهم حاجة العمل الطيب يمكن العمل الطيب اللي هي بتعمله مع قريبة جزة التعبانة هو ده اللي يلجيهم وهو ده الحمد لله اللي خليهم كده آآ الثقف ما يقعش عليهم والحمد لله على كل حال وطبعا هي آآ جزي شغال في المعمار فهي قالت له هات الناس وكده ويجوز يخد الناس وراحوا بقى كده عملوا السقف طبعا الحديد بندهن الاول وبعد كده آآ بينزلوا بقى كده اي زيادة تكون موجودة في السقف وبيدهنوا بقى من الاول وطبعا آآ ان شاء الله بوريكم السقف بعد كده لما يكمل على خير ان شاء الله واحنا طبعا الحاجات اللي هي طلعتها شايفين بقى واقع عديم السقف ده كل واقع هوت يعني ده كله كده واقع من السقف فهنروح بقى كده وهوريكم كمان اللي طبعا آآ دخلنا بقى كده ابني خاد التليفون ودخل صور جوه عشان يوريكم برضو السقف كان عامل ازاي والحمد لله قدر اللهم اشاء فاعل وربنا ينجينا جميعا يا رب ويصلح حالنا وحالكم اللهم امين في رعاية الله احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر انا متابعنا في فيديو النهار دي يكون عجبكم ومع مباركة عليكم بكل خير واستعادة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته